موسيقى لم أنس زينب بعد الخضر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا ليس عجيبا بأن تلقب بأم المصائب والرزايا وهي التي صبرت على مرارة المصاب منذ كانت طفلة وحتى أيام وفاتها كانت السيدة زينب عليها السلام درسا نموذجيا في الصبر والانتصار على الآلام والأحزان بعين لم ترى إلا جميلة أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وضيقت علينا آفاق السماء فأصبحنا لك في إصار نساق إليك سوقا في قطار وأنت علينا ذو اقتدار أن بنا من الله هوانا وعليك منه كرامة وامتنانا وأن ذلك لعظم خطرك وجلالة قدرك فشمخت بأنفك ونظرت في عطفا تضرب أصدريك فريحة وتنفض مدرويك مريحة حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور لديك متسقة وحين صفي لك ملكنا وخلص لك سلطاننا فمهلا مهلا لا تتشجهلا أنسيت قول الله بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أخت الحسين زينب الحوراء سلاما دائما ما بقينا وبقي الليل والنهار خلق الله الإنسان وميز هذا الإنسان عن غيره من المخلوقات والكائنات بميزة التكامل فما جعلت ميزة التكامل لغير الإنسان من المخلوقات الملائكة تخلق على درجة من العلم وتموت على ذات الدرجة وكذلك بقية الكائنات والمخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى تدخل الحياة وتخرج منها دون أن تتكامل وأن تتطور إنما جعلت هذه الميزة ميزة التكامل للإنسان لأن الله سبحانه وتعالى وضع الإنسان تماما في مرحلة الانتصاف ما بين العقل والشهوة الملائكة عقل دون شهوة الحيوانات شهوة دون عقل الإنسان ما بين عقل وشهوة آلية التكامل لدى الإنسان في انتصار عقله على شهوته ولذلك هذا التكامل الذي هو الوظيفة الأساسية التي أنيط بها الإنسان وجعلت للإنسان حتى يرقى إلى رحمة الله سبحانه وتعالى هذا التكامل كأي تكامل آخر منطلقه الامتحان فلا يمكن للإنسان أن يتكامل في أي مرتبة من مراتب الحياة الحياة إلا بامتحان ففشل الامتحان والفشل في أداء الوظيفة هو تراجع للإنسان والنجاح في الامتحان والنجاح في الأداء في أداء الوظائف هو تكامل للإنسان في أي منحا من مناح الحياة مبدأ التكامل هو الامتحان ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن خلقة الإنسان تحدث عن قضية التكامل التي كانت متلازمة بالابتلاء فقال جل من قائل بعد بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج لماذا؟ نبتليه لأننا نريد منه أن يتكامل لأننا نريد له أن يرتقي نخضعه لابتلاء ولأننا سنبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ولكن السؤال أيها الأحبة الذي يسأله دائما فعل الإنسان وقوله وعمله لماذا الابتلاء؟ كثير من الناس يكون عندهم فور على الواقع فور على الابتلاء فور على المصائب عدم رضا أمام هذه الابتلاءات ينطلقون من سؤال لماذا الابتلاء؟ الإجابة على هذا السؤال أيها الأحبة متوقفة على كلام أولي وهو ما هو الابتلاء وما هي نظرتنا للابتلاء؟ حينما تكون النظرة للابتلاء خاطئة يسأل الإنسان لماذا الابتلاء؟ لماذا أبتلاء؟ لماذا أعيش أحزانا؟ ولكن لو أننا نقرأ الابتلاء قراءة حقيقية ندرك معنا الابتلاء لما سألنا لماذا الابتلاء؟ بل لقلنا إلهنا هل من مزيد؟ ولذلك إذا أردنا أن نفقه ما هو الابتلاء؟ أيها الأحبة نرى أن صادق آل محمد صلوات الله وسلامه عليه يسأل أحد أصحابه قال كيف أصبحت؟ فقال سيدي أصبحت شاكرا على النعمة صابرا على الابتلاء هذا حالي أنا أشكر إذا نزلت بي نعمة وأصبر إذا نزل بي ابتلاء فقال له صادق آل محمد صلوات الله وسلامه عليه هذا يفعله كلابنا قال وماذا تصنعون أنتم يا آل محمد؟ قال أما نحن فنصبر على النعم ونشكر على الابتلاء لماذا تشكرون على الابتلاء يا آل محمد؟ ولماذا تصبرون على النعم؟ نصبر على النعمة لأن النعمة هي محط السؤال ومحط الحساب يوم القيامة لأن النعمة قد تكون هي المطب الذي يوقع الإنسان ويغرق الإنسان في الدنيا حينما يغفل عن علاقته في الله سبحانه وتعالى ويغرق في النعم ولذلك الحديث يقول أحيطت جهنم بالنعم بالشهوات النعم في الغالب إذا ما أدىها الإنسان حقها فهي طريق إلى ماذا؟ تقوده إلى جهنم ولذلك ماذا يقول الإمام؟ نحن نصبر على النعم لأن النعمة هي مكان السؤال يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يوم شهادته لما جاءت أو يوم جرحه لما جاءت إليه ابنته بطبق فيه أنواع من الطعام طعام فقراء واقعاً لبن وخبز شعير وملح فبكى وقال بنيا إن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب حتى الحلال والنعم فيه حساب فالإمام يرى أنه يصبر على النعمة ولكن ماذا؟ ويشكر على الإبتلاء لماذا؟ لأن الإمام وهذا ما نريد أن نصل إليه في الإبتلاء بعين زينب عليه السلام يرى أن الإبتلاء هو فرصة من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد حتى يثبت قدرته حتى يرتقي إلى الله حتى يقترب من الله سبحانه وتعالى حتى ترتفع وتسمو مكانته الروحية في سلم الصعود والعروج إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك الإمام كان يصر حينما يبتلى ولذلك زينب عليه السلام زينب التي عاشت أقسى مراتب الإبتلاء عاشت زينب القتل والفقد والألم عاشت حرارة الشمس والعطش ذاقت الأمرين وهي ترى أخاها الحسين عليه السلام وقد رفع رأسه على رماح كربلاء وهي ترى أخاها الحسين عزيز قلبها الحسين الذي ما فارقته يوما من الأيام إمام زمانها وخيول الأعوجية تدوس صدر أبي عبد الله الحسين وتسمع بأذنها صوت أضلاع صدر أبي عبد الله وهي تتكسر تحت حوافر الخيول وهي تلقى بعد ذلك ألم النار والحريق وهي تفر من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء وبعد كل ذلك لما سئلت زينب عليه السلام بعد أن عادت من موكب السباء عادت من تلك الأحزان وسئلت زينب عليه السلام كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين ماذا قالت زينب؟ كيف نظرت زينب إلى ذلك الابتلاء؟ هل قالت زينب لماذا حصل ذلك؟ هل قالت ما حصل إلا قبيح؟ هل قالت ما حصل إلا مؤلم؟ هل اشتكت زينب؟ هل بكت زينب؟ هل كان عند زينب فورة على الابتلاء وفورة على الواقع؟ أم أن زينب عليه السلام ابتسمت ابتسامة المطمئن صاحب اليقين بالله سبحانه وتعالى وقالت بذلك القول الثابت والله تقسم والله ما رأيت إلا جميلا إلا أن ما حصل مولاتي لم يكن جميلا لم تقل ما حصل إلا جميل لاحظ أريدك أن تقف عند دقة زينب في الخطاب لأن الذي حصل هو قبيح بحق الإسلام وبحق الإمامة وبحق المسلمين وبحق أهل الكرامة إنما قالت ما رأيت إلا جميلا أنا زينب بنت علي بن أبي طالب علمني علي بن أبي طالب وعلمتني أمي فاطمة أنني حينما أنظر إلى الابتلاء فأن لا أرى منه إلا جانب القدر والقضاء الذي هو جميل بالمطلق إذا أحسن الإنسان ظنه بالله سبحانه وتعالى فما رأت زينب إلا جميلا وأي جميل ذلك خرقت زينب بعينها حجب الزمان ورأت زينب انتصار الحسين الذي هو انتصار الدم على السيف الذي هو انتصار الإسلام الذي هو انتصار تعاليم الإسلام وتعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوائيتها الأخوات كثيرا ما نسأل في هذا الزمن وفي غيره ترى ما هي السعادة ما الطمأنينة ما الغاية من وجودنا لكن لكل زمن ثقافته ومرجعيته في الإجابة عن هذا السؤال حتى أن البعض وصل إلى أن يقول أن السعادة الخالصة يمكن أن تكون في الدنيا وهذا أمر ربما لم يعد غريبا علينا هذه الأيام لن نجد مجتمعا أو فردا عاش السعادة المطلقة في الدنيا هذا على صعيد الاستقراء يعني ليش عم نقول على صعيد الاستقراء مشان ما حدا يقول أنه والله هذه أمور أنتوا جايبين من عندكم تفضلوا شوفوا تاريخ البشرية أي مجتمع وصل إلى الكمال المطلق في الدنيا أو السعادة المطلقة دون ابتلاء ومتاعب وآلام وفقدان يكفيك فقدان الموت وفقدان الأحبة على الصعيد الفرد أيضا من هو هذا الذي عاش حياته سعيدا ليس في قلبه لا غصة ولا أسن ولا ألم لو كان يملك الدنيا وما عليها من أموال وجاه وخيرات وخدمات لذلك ينبغي أن يتقوم في أذهاننا وفي وجداننا أن الدنيا دار امتحان يقول الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين إذن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا ليمتحننا أينا أحسن عملا من هذه القاعدة وهذه الحقيقة العقائدية الواقعية التكوينية ويقول الإمام عليه سلام الله عليه بهذا الجانب اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ضمن هذا العقل وهذا الإيمان وهذا الإنشداد ضحت زينب وكانت صاحبة الموقف السليم الحكيم أيضا الأليم المعاني ولكن ليرضى الله سبحانه وتعالى ما رأيت إلا جميلا بصبرها بجهادها بإيمانها مثلت الإنسان والمرأة المسلمة أفضل وأقدس وأجمل تمثيل أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون زينب سلام الله عليها ودائما كما قلنا سابقا قدوة لنا في سيرتها ومواقفها وفكرها وإيمانها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الحديث أيها الأحبة حول الإبتلاء بعين زينب عليه السلام وكيف أن زينب عليه السلام استطاعت أن ترى كل ما حصل معها حصل برضى وبقبول رأته بعين لا ترى إلا جميلة ويبقى السؤال الذي وصلنا إليه ما هي الاستراتيجية الزينبية للانتصار على المصائب والأحزان كيف استطاعت زينب عليه السلام أن تقول ما رأيت إلا جميلة كيف استطاعت زينب عليه السلام أن تخرق بهذه العين الإلهية أو أن تخرق بهذه العين الإلهية تلك الحجب وتلك المصائب وتتجاوز تلك الأحزان وتلك الإبتلاءات لتصل إلى عمق القضية ولتصل إلى عمق الأمر الجميل الذي عبرت عنه ما رأيت إلا جميلا لو قرأنا زينب عليه السلام وأردنا أن نجيب على هذا السؤال نجد أن زينب صلوات الله وسلامه عليه استثمرت ذلك السلاح الذي زوده أو زود الله الإنسان به وهو سلاح الحب هذه العين حينما ننظر بعين الحب ماذا يمكن أن نصنع أيها الأحبة هذه الاستراتيجية ليست فقط هي استراتيجية زينب عليه السلام بل هي استراتيجية الأنبياء في التعامل مع الإبتلاء ما من نبيا من الأنبياء إلا وقد نظر إلى الإبتلاء بعين الحب ونجح بالإبتلاء بعين الحب ولذلك إذا قرأنا سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت ما الذي جعل النبي الأكرم يصبر على ذلك على تلك الأحزام وعلى تلك الآلام التي كان يعيشها وهو في صبيحة كل يوم يذهب إلى الطائف ليدعوهم لدين الله وأي مهمة تلك أيها الأحبة في هذا الزمن إذا كنت فقط تحاول أن تصحح مفهوما من المفاهيم الخاطئة عند أهل العامة تقوم القيامة عليك ولا تقعد فما بالك برجل يريد أن يقضي على دين مزيف يعبد به الله سبحانه وتعالى ويطرح منظومة جديدة بكل أبعادها وتفاصيلها فكان كلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمي بالحجارة حتى أثخن من الجراحات وهو يتراجع ويحمد الله ويشكره إلى أن أحيط به ذات يوم وبقي يضرب ويرمى بالحجارة حتى أثخن بالجراحات فما كان منه إلا أن رفع طرفه إلى السماء وقال كلاما وهو ينظر بعين الله هذه النظر التي نظرها بعين الله جعلت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لا يشعر بذلك الألم ولا يشعر بتلك الأحزان وبتلك الجراحات قال وهو يبتسم هو ما نزل بي من آلام من آلام الجراحات ونزف الدماء أنه بعينك إذا نظر محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعين الحب إبراهيم حينما أمر أن يذبح ولده فلذة كبده كيف استطاع إبراهيم أن يتصدى لتلك المهمة في ذلك الموقف والله سبحانه وتعالى يصف ذلك المشهد يقول فلما أسلما وتله للجبيل أسلما يعني سلم إبراهيم أمره إلى الله وأراد أن يفعل وسلم إسماعيل أمره إلى الله وأراد أن يفعل ما هو ذلك الموقف أو ما هو ذلك السلاح الذي مكن إبراهيم أن يحارب به قلبه وعاطفته ليمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى في أن يذبح ولده نجد أن إبراهيم جعل شيئا من حب الله سبحانه وتعالى على قلبه وعلى عاطفته فاستطاع بذلك السلاح وبتلك العين عين الحب أن يتغلب على العاطفة وأن يتغلب على القلب وكذلك سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه يوم العاشر من المحرم وبه ما به من الجراح كيف استطاع الحسين أن ينعزل عن كل تلك المشاهد ليناجي ربه في تلك المناجات وهو متوسد رمال كربلاء الإجابة عند الحسين وضع الحسين على أحزانه وابتلاءاته شيئا من حب الله فاستطاع بذلك أن يتغلب عليها وهو يقول ويعبر بذلك إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك ما الذي جعلك تصبر سيدي فلو قطعتني بالحب إربا إذا كان هناك حب فإن ذلك الحب سيجعل الحسين يصبر على تلك المصائب فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك ولذلك فإن زينب صلوات الله وسلامه عليها حينما نظرت إلى كربلاء بما فيها من أحزان ومصائب وآلام يعجز اللسان عن وصفها وتعجز المشاعر عن قبولها وقفت زينب صلوات الله وسلامه عليها مستعينة بذات العين ناظرة بذات العين التي نظر بها جدها محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونظرت بها أمها الزهراء وهي تعصر بين الحائط والباب ونظر بها أبوها أمير المؤمنين وهو مطبور الرأس مناديا فزد ورب الكعبة ونظر بها أخوها الحسن وهو مسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى متقيئا كبده ونظر بها أخوها الحسين وهو مقطع الأعضاء وفيه تلك الجراحات وهي عين الحب نظرت زينب صلوات الله وسلامه عليها بذات العين فقالت ما رأيت إلا جميلا ثم نظرت بذات العين وقد رفعت طرفها إلى السماء منادية إلهي إن كان هذا يرضيك إن كان سبي النساء يرضيك فخذ حتى ترضى إن كان ذبح الأطفال يرضيك فخذ حتى ترضى إن كان قتل الأهل يرضيك فخذ حتى ترضى إن كان كل ما يجري في كربلاء على عظيمه وعلى شدته يرضيك إلهي فخذ حتى ترضى ونحن نرضى بكل قبول وبكل محبة لأننا حينما ننظر إلى ذلك فنحن ننظر بعين واحدة ألا وهي عين الحب والمودة والرضى والنظر هو كل شيء بصيرة هي الأساس بحياة الإنسان ويجب على كل مرأة أن تصبر وتتحمل وأن تتخذ السيدة زينب عليه السلام قدوة لها في حياتها أدعى مريم أنا فاقد البصر من لما كنت صغيرة درست بمؤسسة خاصة لتأهيل المكفوفين من أول إعدادي للثالث ثانوي بعدين دخلت جامعة دمشق وبدأت بدراسة الأدب الإنجليزي أرب إلى مدة أربعة سنين من خلال دراستي بجامعة دمشق قدمت على شهادة الأي سي دي إل الدولية وتعلمت قيادة الحاسب وبعدين بلشت بتحفيظ القرآن الكريم لطلبي بعمر تقريبا 16 سنة 15 سنة حفظت القرآن كونه أنا حافظة القرآن الكريم الحمد لله بفضل الله تعالى فبدأت حفظ القرآن مثل ما أنا قدرت أحفظ القرآن الكريم بقدر بحفظه لغيري السيدة زينب عليها سلام الله هي رمز للإباء والتضحية السيدة عليها سلام الله هي ضحت بولادها وضحت بعيلتها عطتنا كيفية التضحية وكيف نحن نقدر نوصل لمرحلة الصبر ونتحمل مصاعب الحياة كون السيدة عليها سلام الله استطاعت بقوة وبتقواها وبإرادتها أن تقدر توصل لبرحلة الصبر ومرحلة عالية طبعاً من الصبر لازم تكون النظرة للإبتلاء بنظرة إيجابية مو سلبية كون الله عز وجل يجعل الإبتلاء منحة من الله عز وجل وليست محنة فالإنسان لازم أنه يتعرف على الله يعرف الله عز وجل بمعرفة صحيحة لحتى يعرف بأن الله عز وجل هو مصدر الرحمة والرأفة والغفران ليوصل لمرحلة اليقين بأن كل شيء يأتي من الله عز وجل هو خير وجميل للإنسان أنا بنظر للسيدة عليها سلام الله عندما أدرس فأرى هل في هذا العمل خير من الله عز وجل لي فأنا على سبيل المثال إذا أردت أن أأخذ مبلغ من المال من إنسان أنا عم درسه فبهي الحالة أنا بنظر السيدة زينب عليها سلام الله كانت لا تأخذ المال لكن عليها سلام الله علمتني بأن أأخذ ما يكفيني ضمن رضا الله عز وجل ولا أكثر السيدة زينب عليها سلام الله بالنسبة لألي هي قدوتي والمثل الأعلى اللي أنا بتذكرها دائما بأي عمل بدي أعمله بأي شيء أنا ممكن أني أخطيه لما بلشت أحفظ القرآن الكريم شعرت بأن السيدة عليها سلام الله هي اللي عم بتخليني لحتى أنا أقدر وصل كل ما أقول أنه أنا ما عد بدي أكمل لا بحس أنه لازم أنا أكمل لأن السيدة عليها سلام الله دائما تعطينا الدافع القوي لحتى نحن نستمر ونكمل حياتنا ونواجه جميع الأزمات طبعا بعون الله تعالى وتوفيقي علمتنا السيدة زينب عليها السلام أن لا استسلام أمام الرزايا مهما عظمت ولا ركون إلى الأحزان مهما ألمت وأن الصبر مفتاح النجاح وسيبقى هتاف ما رأيت إلا جميلا شعارا زينبيا نمثل عنوان نجاحات زينبيات هذا العصر وكل عصر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة